ثلاثة أحداث ذات طابع عسكري شهدها الشمال السوري خلال الأسبوع الماضي تحمل في طاياتها رسائل سياسية وفق مراقبين فإن الأحداث السورية الثلاث ترتبط بما هو أبعد من سوريا نفسها الحدث الأول كان إخلاء الجيش التركي كبرى نقاط مراقبته المحيطة بإدلم والواقعة في مدينة مورك في ريف حماء الشمالي أما الحدث الثاني الذي وقع في الثالث والعشرين من أكتوبر فهو استهداف طائرات روسية مدينة جرابلس الحدودية مع تركيا ليتبعه بعد أيام غارات روسية استهدفت معسكرة تدريب لأبرز الفصائل التي تدعمها أنقرة في الشمال السوري ما أدى إلى مقتل وجرح العشرات أحداث دفعت بكثيرين لوصف سوريا بأنها صندوق بريد تركي روسي فإذا أرادت موسكو أن ترسل رسالة ما إلى الأتراك فتستخدم إدلب والمتضرر الأول الأخير والأخير هو المواطن السوري يرى مراقبون أن العلاقات الروسية التركية ليست في أحسن أحوالها بسبب الكثير من الملفات العسكرية الاستراتيجية أبرزها ليبيا وناجورنو كارباخ على المقلب الآخر أعلنت فصائل المعارضة المدعومة من تركيا في الأسبوع الماضية فتح عدة معسكرة تدريب جديدة وبإشراف ضباط أتراك وهو ما اعتبره بدوره رسالة تركية لروسيا تفيد أن ورقة المعارضة وفتح جبهات الشمال السوري بيد أنقرة شكرا